السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في فيديو جديد من قناة صفاني وحسن معاكم اها صبري ويا رب اكون ان شاء الله خفى على قلوبكو وكون شرح سهل نهارة ان شاء الله هنعمل غرزة البلوزة دي وهشرح لكم ازاي هنعملها هي سهلة مزيتها نيامش وحدات وتشبيك عشان في ناس بتتضايق من فكرة التشبيك بيخافوا قطع الخيط مع انه سهل ما تخافوش ده هنشتغل دايريكت على طول تمام اه انا الوقت هنشرح لكم على ورقة اه ازاي هنشتغل احنا هنشتغل قطعتين مستطلين بس وهنشبكهم من فوق وهنسيب مسافة الكتف اه مسافة الكتف دي كده ونشبك من الجرام خلاص خلصة البلوزة مش هتاخد منك اي وقت ولا اي حاجة المقاس المطلوب محيط السطر وطول البلوزة البلوزة مش هنحتاج غير كده هنعمل قطعتين مستطلين انا هعمل قطعتين مستطلين بنفس الشرح اللي انا هورلك و انا هشغل لكم الوقت اه جزئية وانت هتعملي على ده انت هتعملي ايه انت هتقيسي بنقيس محيط السطر عشان ها بيبقى اعلى اه حاجة في الجس وبنشتغل على اساسه. محيط الصدري وليكن اي مقاس انا بعمل سلسلة بالمقاس المطلوب مني. انا بعمل سلسلة هيسهلكم دلوقتي بالطول المطلوب مني بس يكون مضاعفات رقم 10. يعني انا هعمل 10 سلاسل 10 سلاسل 10 سلاسل وهقسها على المقاس اللي انا قسته. اربعين تمانين ستين انت بتقيس المحيط اللافف ده وعلى اساسه بتحددي بتقيس سلسلة وتحددي. طبعا بيبقى ده في طفيف بين حد وحد علشان ايديك في الشغل. يعني في ناس دي هبتبقى مسكة اول في الشغل وفي ناس بتبقى مرياحة في الشغل. ده هيحددوا العيانة التي هتعمليها. اي شغل في الدنيا هتعملي عشان يطلع مزبوط اعملي عيانة. ما تبدأش في الشغل على طول. اعملي عيانة وليكن هي قلنا مضاعفات العشر واحنا نعمل عشرين سلسلة. ونعملها نعمل جزئية قدي كده. اا بعد ما نعملها مسلا وارتفاع مسلا خمسة سمتش. خلاص. وانقاسها. انا مسلا عملت مضاعفات مضاعفات. مضاعفات. عشر. بتعملي عينة. عينة. وليكن عشرين سلسلة. بتعملي عشرين سلسلة. اللي هي مضاعفة. انا بعمل لو مضاعفات لها عشان. تعمل مسلا عشرين سلسلة. عشان تعبسي دي كتاخدها على القرصة. وتشوفي بقى. تقيسيها. تشوفي. العينة هتعمل كام سنتيمتر. وعلى اساسها تكمل الشغل. يعني ايه؟ انا دلوقتي ايه اس المحيدة اللي انا عايزين. انا هعمل عينة الغرز اللي انا هشتغلها. وعملها ارتفاع خمسة سنتش. تمام؟ واسها. تمام؟ انا قد عندي انا عملت الاشرين سلسلة. عملا عندي مثلا ساي سبع سنتش. اللي عرض. سبع سنتش. يبقى انا مثلا لو عاشي انا عملت سبعين سنتش. يبقى انا هكرر قام مرة. فهمنا؟ يعني الوقتي ساي عملت العشرين سنتش. تلوقع سبع سنتش. تمام؟ وانا عايزة سبعين سنتش. يبقى انا هضرب السبع سنتش في اه هاسم السبعين سنتش سورية على السبع سنتش. هطلع لي عشرة. يبقى انا هكرر عشرين سنتش عشر مرات. يبقى انا كده عملت مساحة البلوزة. هعمل اثنين قطعة اثنين قطعة اه مستقيمة بالطول وبالعرض اللي انا عايزاها. وهشبك بس من جزئية الكتفة هنا ومن هنا بغرزة اه منزلقة او وغرزة حشو زي مرات لكم في فيديو قبل كده. وهسيب مسافة بتاعة الدراع وهشبك كزئية دي. وهسيب مسافة الدراع وهشبك كزئية دي. خلصت البلوزة. فاش اي حيكة. طبعا انا هشرح لكم علشان اه وقت الفيديو فمش هيينفع ان انا افضل معاكم طول الوقت اه يعني هملكم البلوزة كلها. انا هشرح لكم علشان تسهل عليك بس واقولك اه البداية كم سلسلة. عشان هي بتبقى اصعب اه حاجة. اه ده بطرون الشغول اللي احنا هنشتغله. عشان بس في بنات بتبستسهل البطرون. اه اه احنا واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة سلسلة. هو محدد لك اه البداية. اهم حاجة هتعرفي هتبدأ بكم سلسلة. السلسلة دي انت هتشتغلي اه هتشتغليها. بعد خلص البلوزة كلها هتعمل القنار ده عشان حلية بس. اه لحرف اه البلوزة. تبقى? انا الوقتي اه هنبدأ نعمل اه مضاعفات العشرة وهنضيف عليهم واحد. املت اه قدز البداية. انا هعملكم فيديو اه اه مباريكم ازاي قدزت البداية ازاي السلسلة. وهنعمل اه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. بتعدي طول ما انشي مشي عشان متلبطيش. انا عالت عشر. خلصه اقف. اكمل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. تمام? اه انا اه اه ايه بس الشغل بعد كده. هو يبقى عندك مرجع اه ليكي. تمام? انت بقى يشوفي اس المقاس البلوزة انتشي عايزها ايه? كامل. قلنا بلي كده لو في لو مش انتشي عندي حد تاسي عليه الزبونة طلبة منك. قولي انا عايزة مقاس الطول والعرض. ما عندهاش حاجة مقاسها. اه متراش تاخد مقاس. خليها تاسلك اه بالمسترة. اه بلوزة او طب عندها ما عايزة مقاسه. هعمل كمان عشرة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. قلنا اه انا عملت تلات عشرات كده هزود عليهم واحد بس. تمام? هعمل آآ غرزة حشو. الوقت اول غرزة حشو انا هسيب اول سلسلة ايه. اول سلسلة من تحت الابرة هسيبها. واعمل في التانية غرزة حشو. داخل الابرة كده. وهاخد لفة واطلع. واخد لفة واطلع من الاتنين. هعمل اللي جنبيها. هاخد دخل الابرة. واخد لفة واطلع واخد لفة واطلع من الاتنين. دي غرزة حشو. اه خلي بالنا ما نساش غرزة عشان المقاس ما يطلق بطش معانا. وهعمل غرزة حشو لقايد اخر السطر. تمام? عملت حشو آآ فوق آآ كل حشو عندي هعمل آآ غرزة سلسلة وهلف الشغل كده. وهعمل غرزة حشو فوق اول غرزة حشو. كده. هعمل تلاتة سلسلة. ادي واحد اتنين. تلاتة. وهفوت اتنين حشو من تحت. ادي واحد اتنين. وهاجي في التالتة. اعملت تلاتة سلسلة. وهاخد لفة. هفوت اول حشو بعضية. وتاني حشو في التالتة. هعمل عوض. هاخد لفة. وهعمل تلاتة عواميد في نفس المكان. معاها هيبقى مجموحهم اربع عواميد. الغرزة دي آآ صيفي. اهو كده اربع عواميد. بس انا اشغل للكو بس بخطة آآ من شرفاية قوي عشان يبان في التصوير. تمام? عملت اربع آآ عواميد وهاخد لفة. وايه. هفوت خمسة آآ حشو. وهخش في الستة. ادي واحد اتنين تلاتة اربع خمسة. وفي الستة هروح دخل. وهعمل اربع عواميد في نفس المكان ده. اربع عواميد في نفس المكان. ايه. سهلة? هنعمل تلاتة سلسلة. ادي واحد اتنين تلاتة. هفوت اتنين حشو من تحت. واحد اتنين. وهخش في في التالتة. وهعمل غرزة حشو. ايه. ادي واحد اتنين. وفي التالتة هعمل غرزة حشو. كده. هعمل تلاتة سلسلة. ادي واحد اتنين تلاتة. وهفوت اتنين حشو. ادي واحد اتنين وفي التالتة. واحد اتنين. وفي التالتة هعمل الاربع عواميد بدواء. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربع. هاخد لفة. وهفوت خمسة. اه حشو. وهعمل اه اربع عواميد التنين. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة. وفي الستة هدخل واعمل آآ غرزة. حشو. اه انتي ممكن على فكرة تشتغليها داير ميدور ما تعملش جزئين وتفوتي. اه بتشتغل داير ميدور وتيجي عندي حتة الكتف اه بتشغل بقى قدام موعة. وممكن تعملي جزئين وتعمل زي ما احنا لما انا شرحت لكم. هنعمل تلاتة سلسلة وهفوت اتنين حشو وهعمل فيه التالتة حشو. هعمل تلاتة سلسلة وهاخد لفة وهفوت اتنين سلسلة وهعمل فيه التالتة الاربع عواميد اللي انا بعمله. كده. مطحة. هعمل تلاتة سلسلة. ادي واحد اتنين تلاتة وهلف في الشغل. هاخد لفة وهدخل في اول آآ اخر اللي هو اخر عمودة انا كنت عاملها في دور القبليه وهعمل تلاتة عواميد كمان. في نفس آآ المكان. هما سطرين زي بعض وعلينا سطرين التانين هنزحزهم عشان يبقى العكس. هقول لكم ازاي هعمل تلاتة سلسلة دي واحد اتنين تلاتة وهعمل حشو الحشو اللي قابليه هعمل تلاتة سلسلة وهاخد لفة وفوق اه اول عمود هيقابلني. هعمل اربع عواميد. هاخد لفة وفوق اخر عمود يعني مثل المجموعة دي هي خلصت والمجموعة اللي بعد ديها الاخر عمود في المجموعة التانية هي. هعمل اربع عواميد. هي نفس اللي انا عملته بتحت. آآ استطرين اللي فوق فوقيهم هيبقوا آآ العكس. هوريكم ساي. تمام? عملنا اربع عميدة اهو. ايه. هعمل تلاتة سلسلة. هعمل الحشو فوق الحشو. هعمل تلاتة سلسلة. وهاعمل هاخد لفة فوق اول عمود هعمل اربع عميد. هاخد لفة. وهسي المجموعة دي جبعتها واخر ومجموعة دي واخر عمود في المجموعة دي. هعمل اربع عميد. في نفس المكان. انا عملكوا برضو في فيديو بتاع العميد المبتدئين. لو عايزين يرجعونه. هحطوا لكم اللينك بتاعوا في صندوق الوصف تحت الفيديو. هعمل تلاتة سلسلة. وهدخل في غرزة الحشو دي. واعمل غرزة حشو. كده ده شكلها. انا داعنا اعملها بخيط بس آآ اصوف عشان آآ الغرزة تبان معي عشان آآ التصوير. هعمل آآ اربعة سلسلة. دي واحد اتنين تلاتة. اربعة سلسلة. وهالف آآ الشغل. وهاخد لفة. وفوق آآ هنا كده. اه. فوق اول عمود. هعمل اربع عميد. بس انا السطر ده بقى هعكس. مش هادا بقى عربع عميد. وبميل. اه. هقول لكم الوقت. اه. اربع عميد. هعمل تلاتة سلسلة. وفوق الجزء اللي هو التقاء العميد دي كده هعمل غرزة حشو. واتحط بقى ايه? هما جزئيتين وهتتبدل بس. هنعمل تلاتة سلسلة. وفوق آخر آآ مجموعة. هعمل اربع عميد. هتبان بقى الجزء اللي جاية دي آآ اللي هنعمل واحد اتنين اهي. تلاتة. اربع. تمام? وهاجي هاخد لفة وهعمل فوق اول العمود هنا. هعمل اربع عواميد. هنعكس آآ اللي هي دي هنا ودي هنا. حهمنا. هعمل تلاتة سلسلة. وفوق التجمع ده هروح عاملة غرزة حشو. هعمل ثلاثة سلسلة. وفوق اخر عمود هعمل اربع عواميد. كده. وهاخد لفة وفوق اول عمود هنا. هاخد اربع عواميد. واتحت. هي غرزة جميلة جدا وسهل. فهمنا شكلها عامل ازاي? هعمل تلاتة سلسلة. وهعمل حشو في اخر وزقية هنا. هعمل سلسلة وهلف الشو. وهعمل حشو فوق الحشو. وهعمل تلاتة سلسلة. وهاخد لفة وفوق اول عمود هعمل اربع عواميد مع بعضهم في نفس المكان. كده. هاخد لفة وفوق اخر عمود هعمل اربع عواميد. اهو كده. هيعمل تلاتة سلسلة. وفوق غرزة الحشو هعمل غرزة حشو. وهعمل تلاتة سلسلة. وفوق اول عمود هعمل اربع عواميد مع بعض. في نفس المكان. هاخد لفة. وهعمل فوق اخر عمود اربع عواميد مع بعض. والدور اللي بعديها. هكرر الدور الاولاني والتاني. هاكس. بس. هي دي الغرزة لغاية اخر البلوزة. هعمل تلاتة سلسلة. وهعمل حشو فوق الحشو. وهعمل تلاتة سلسلة. وهعمل فوق اخر. فوق اول عمود هعمل اربع عواميد. في نفس اه المكان. تمام? هعمل اه في اخر هنا واحدة هعمل عمود عشان بس يبقى خط مستقيم. كده. اه. واضحة. ما فيش اسهل من كده. الدور اللي بعديها هاكس. هنا السلاسل والحشو. هعمل اللي هما الاربع عواميد واربع عواميد دول فوق هنا وهنا السلاسل والحشو. بس ما فيش اكتر من كده. انا بس ممكن اوضح لكم هننقل ازاي وبعد كده خلاص. هعمل اه تلاتة سلسلة. وهالف الشغل هي بس ارتفاع مش اكتر. انا الوقتي اه نركز. انا الوقتي عمدي هنا اللي هي السلاسل والحشو. يبقى انا هعمل ايه? اللي هما العواميد. يبقى انا هروح جاية في اخر عمود هنا. انا بس عشان وضح لكم. هنعمل اربع عواميد في هنا في اخر عمود هنا اللي عندي. رابع عمود. في نفس المكان هعمل اربع عواميد. تمام? او. هنا دي السلاسل. يبقى انا هروح مكملة العواميد. هروح جاية في اول عمود المجموعة التانية واروح عاملة اربع عوامية فوق بعضيهم. يبقى انا كل سطرين هروح قلب الشغل. آآ عكسة الغرز. هي غرزة سهلة. مش هتاخد وقت معيك خالص. اه. تمام? اه بص تبقى شكلها عاملة في زي المسلسات معيك كده. هعمل تلاتة سلسلة. وهاجف التجمع بتاع الاربع عوامية دول وهعمل غرزة حشو. بننكس يعني هي نفس السطر اللي بس هنعكسها. هنعمل تلاتة سلسلة وهاجف اخر عمود في المجموعة دي وهعمل اربع عوامية. في نفس آآ المكان. كده. هاخد لفة وهاجف اول عمود ده وهعمل اربع عوامية في نفس آآ المكان. هوريكو شكلها في الاخر. كده. هعمل تلاتة سلسلة وهاجف التجمع ده وهروح عملة غرزة حشو. هعمل تلاتة سلسلة وهاجف اخر عمود هروح عملة اربع عوامية فوق بعضين في نفس المكان. كده. اهو. خلاص. بعد شكلها كده. ده شكل الغرزة اما اشتغلناها هي بخيط صوف على فكرة. آآ لو انت عملتها بخيط سيفي. هتطلع ازاي اللي في الصورة بالضبط. انا اخيط صوف بس عشان تباني عشان تصوير. وانا شغلاها لقيتها برضو حلوة ممكن تنفع آآ كاكوفية يبقى احنا كده عملنا فيديوين في فيديو واحد. تمام? آآ يارب بكون الغرزة سهلة وان شاء الله تنفذوها وشوف تطبيقاتكم. واشوفكم في فيديو والسلام عليكم ورحمة الله